في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي تبلاغات في هذا الشأن وبالاستعانة بالتقنية الحديثة أمكانها تحديد وضبط هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالباً أعمارهم تتراوح ما بين 13 و 15 عاماً كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حوالوا التحدث والتقاط الصور معهما وأن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين بالواتساب وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي واتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على نيابة العامة